وللمزيد ينضم إلينا من الأردن وتحديدا من البحر الميت أحمد عبدالصمد موفد التلفزيون المصري أحمد أرحب بك وضعنا في تفاصيل هذا اليوم بعد صدور البيان الختمي لمؤتمر بغداد 2 للتعاون والشراكة أهم ما تم خلال الاجتماعات الثنائية والثلاثية والخماسية ما بين الرؤساء والوفود التي شاركت في هذا المؤتمر تفضل نعم يوسف تحياتي لك وللمشاهدين صفحة قمة بغداد المنعقدة في البحر الميت بالأردن انطوت بإجماع الحضور أتحدث عن 12 وفد ممثل لـ 12 دولة سواء كان تمثيل على المستوى الرئاسي أو على المستوى الدبلوماسي اتفقوا في الختام على أن تعقد النسخة الثالثة من قمة بغداد للتعاون والشراكة الثلاثة في القاهرة أيضا البيان الختامي الذي خرج في نهاية هذه القمة أكد على ضرورة العمل المشترك ما بين الدول المشاركة في هذه القمة من أجل مد جسور من التعاون هذا التعاون يحقق الأمن ويحقق الاستقرار لدولة العراق الشقيقة وأيضا يحقق التكامل الاقتصادي هذا التكامل الذي تحدث عنه رئيس مجلس الوزراء العراقي في كلمته الافتتاحية وطالب بأن يكون هناك تكامل اقتصادي ما بين الدول المشاركة سواء كانت دول جوار العراق أو أيضا الدول الصديقة للعراق من أجل الاستفادة من المقدرات التي يتمتع بها أو تتمتع بها كل دولة من الدول المشاركة لتحقيق الاستفادة وتعظيم الاستفادة الكبرى من هذه الموارد وتحدث تحديدا عن عدد من المجالات نتحدث عن الغاز والنفط والتجارة والصناعة والزراعة والصحة والتعليم أيضا أما عن هذا التعاون ومد جسور التعاون فيه فهو تعاون أكد عليه كل الحضور وأكدوا أيضا على لابد أن يتم إعادة إعمار العراق مرة أخرى العراق الذي أثقل كاهله الإرهاب وثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته الدور الذي قام به العراق من أجل ضحر الإرهاب وطالب بأن يتم سرعة إعمار العراق كي يستطيع شعب العراق الذي عانى لسنوات طويلة يستطيع أن يحقق أماله وطموحاته في التنمية الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا في كلمته يوسف ذكر آلية التعاون المشترك التي تجمع ما بين مصر والعراق والأردن وتعهد بالمضي قدما في تنفيذ المخرجات المنبثقة من هذه الآلية المشتركة في المشروعات التي تحقق الرخاء لشعوب الدول الثلاثة وفي كلمته الاغتتامية في الكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن أن العراق يعني أن مصر سوف تستمر في دعمها للعراق حكومة وشعبا لأن مصر دائما ما تدعم مؤسسات الدول وأن لغة الحوار هي السبيل الأوحد للخروج من أي تحديات تواجه الشعوب بشكل عام لأن لا مجال للانقسام أو الانشقاغ فالعالم يتسع الجميع وأن التعددية القائمة في العراق هي تعددية يستطيع العراق والشعب العراقي من خلالها أن يتغلب على التحديات التي تواجهه أما فيما تحدثت واستفسرت عن اللقاءات الثنائية التي انعقدت فعلى هامش هذه القمة كان هناك عدد من اللقاءات الثنائية إذا تحدثنا عن جدول الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمة من اللقاءات الثنائية فالتقى بالرئيس الفرنسي إيمانويل مكرو وأيضاً التقى بالملك عبد الله بن الحسين ملك عبد الله الثاني ملك الأردن وتشاور معه في المجالات المشتركة ما بين مصر وسبل تعزيز هذه المجالات والتعاون المثمر بين البلدين أيضاً كانت هناك لقاء خماسي ما بين مصر والأردن وأيضاً العراق وفرنسا والكويت تحديداً هذه القمة الثنائية الخماسية كان من أجل التشاور فيما بين الدول الحضور وكيف يمكن تهدئة التحديات الموجودة في هذا الشأن تحديداً المشتركة نحن نتحدث عن تحديات ربما لا يتعرض لها العراق فقط لأن الأزمة الاقتصادية العالمية أدت إلى إنعكاس هذه التحديات إلى الغالبية العظمى من دول الإقليم على أي حال يوسف نحن أمام مخرجات تؤكد دعم وتأييد الدول المشاركة في هذه القمة لدعم أمن واستقرار العراق تحديداً والمضي قدماً في بناء جسور التعاون من أجل إنهاء كل الخلافات وتحويل هذه التحديات إلى مكاسب تجمع كل الأطراف أطراف الدول الجوار أو الدول الصديقة للعراق وفقاً للمشروعات الاقتصادية التي تحقق التكامل وأيضاً تحقق المنفعة لكل من يشارك في هذه المشروعات نعم زميل أحمد عبدالصمد موفد التلفزيون المصري كنت معنا من الأردن شكراً جزيلاً لك ترجمة نانسي قنقر